السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة الدين رينج تكلمنا في المقطع الماضي عن شخصية الأستروجر وكيف تلعب فيه بالميج بيلد وصراحة من أقوى الشخصيات لدرجة أنك تحس أن اللعبة صارت أسهل بكثير والذي لعبوا بالشخصيات الثانية ورجعوا يلعبون بالساحر اللي هو الأستروجر بيحسون الفرق وبيفهمون كلامي واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الشخصية هذه اللي مفقوعة عينها البرزنر طبعا مثل ما تشوفون أحلى شي في كلاس البرزنر اللي هو أفضل من الستروجر في هذه الناحية إنك تكون مسافات قريبة ولكن برضه باستخدام السبلز اللي هو يبدأ بالآيتمين الكويسين أو أفضل شغلتين يبدأ فيها عندك السبل هذا اللي في البداية ممكن تستمر فيه فترة طويلة مغير تغيره وعندك السيف اللي هو المتطلب للدكس عنده جدا ممتاز فما يحتاج أبدا إنك تغير السيف الفترة طويلة وأنا بذكر إن شاء الله بعد شوي في المقطع سيف بديل إذا ودك تغيره وأنصحك فيه طبعا ننصحكم مثل المقطع الماضي أنكم تستخدمون الأيتم اللي هو القولدن سيد بحيث أنك تقدر تكثر من عدد الفلاسك اللي تشربها والقوارير هذه اللي يتهيلك سواء كان للهيل تستخدمها أو تستخدمها للسحر ونحن نتكلم بعد عن هذا الشي بعد شوي أول شي ننصحكم تسوونه أنكم تروحون إلى الويبين ترونز وأعتذر أني ما ظهرت هذا اللقطع في المقطع الماضي كثير جتنا يسئلة يقولون لي وين المكان هذا حق السائل أحرى اللي في بداية اللعبة ما راح يعرفه فضروري أنك تجي هنا عشان تاخذ بعض السبلز وعندكم فيه الأكاديمي سكرول أو الرويل هاوس سكرول هذي موجودة بحطركم مكانها في الماب إذا رحت هناك وخدت الأيتم كان اسمه رويل بحطكم صورته إذا خدته راح تقدر تطور عدد التعويذات فبعد ما تجيب هذاك الأيتم وتسوي أنلوك إلى عدد أكبر من السبلز اللي يضروري جدا أنك في بداية اللعبة تسويه السبلز اللي تريد تختارهم من عندها أول شيء الغلنستون ببل تكلمت عليها برده في المقطع الماضي ثابت والدمج فيه قوي ويسوي تراهك الأنمي هذا الغلنستون ببل الشيء الثاني عندكم السكولر والشغلة الثالثة اللي هو السلايسر السكولر والسلايسر هذين راح تفصل فيهم في هذا المقطع وبتعرفون ليش اخترتهم في البداية راح يكون عندك بس السلوتين تقدر تستخدمهم فأنصحك أنك تستخدم الغلنستون والسكولر السلايسر هذا خلع على جنب وراح تشوفون ليه جنبته وأفضل طريقة أنك تفتح السلوت الثالث أنك تتوجه إلى هذا المكان اللي هو الأورديس رايز اللي موجود فيه الويبينغ بننسلا هناك فيه لغز عند التور راح يخليك تدخل إلى التنل المخفي بدون ما تحتاج تقتل أي أحد ولا تسوي أي شيء كل اللي عليك توجه إلى هذا المكان وتدخل التنل أو تلقى التنل المخفي وتاخذ الممرأي الثالث وهذه الطريقة أنك تطور الممرأي السلوت عندك وتحصل على ثلاث تعويذات بنفس الوقت وبما أنك وصلت إلى المنطقة هذيك عندك السلاح الديمي هيومن كوين ستاف هذاك السلاح اللي موجود فيه الويبينغ بننسلا بتحصل هناك ساحر شبه بشري كذا تقتله وبعدين بتتحصل السلاح حقه اللي هو الديمي هيومن كوين ستاف وهذا تكلمت فيه مقتر السروجر وقلت من قواء الأسلحة اللي تبدأ فيها كساحر طبعا مع الوقت عشان تقوي الدمج حق السلاح لابد انك تطوره ما تقدمك في اللعبة طبعا بيدك اليمين بتخلي سلاح ديكس اللي حصلتها من بداية اللعبة او ممكن انك تستبدلها بالسلاح ديكس تشوفه مناسب لك او طريقة لعبك ممكن تختار المهم هذا السلاح كويس كبداية انك تخليه معك وتخلي العصى علي سارك لكن انتبه اذا حبيت تغير هذا السيف نصيحتي انك ما تخرب البلد حقك وتروح تشوف مثلا سلاحه من مكان معين وتشوف شكله خرافي تشوف ما تطلباته مثلا يطلب بسترينغت عالي ولا ديكس عالي فتروح تطوره بشكل ما له داعي وتخرب البلد حقك بس عشان سلاح واحد فانتبه من هذه الشغلة لا تطور نفسك بناء على سلاح معين اذا كان معارض الخطط البلد اللي جالس تلعب فيه وطبعا بيدك ثاني الستاف رح تطوره بالسكولر اللي تكلمنا عليه وصدقني رح تدمج يكون عندك مضاعف اذا ما كان تربل في بعض المواقف طبعا حلو في موضوع السكولر انه ما يستخدم المانا او البار الازرق هذا فممكن انك تسوي فيه سبام وتجلد بشكل سريع وسطوري لكن بعكس السلايسر اللي بعد شوية رح تكلم عليه لكن حتى لو حاب انك تستخدم السلايسر بشكل كبير لا تنسى انه ممكن تقلب البلد يعني عفوا الفلاسك حقك الى تركيز السحر بشكل اكبر ممكن تخلي الفلاسك هذا كامل اللي طور السحر عندك بحيث انك تقدر تستخدم هذا السلايسر بشكل اكبر طبعا السلايسر انصحك انك تستخدمه مع البوسز رح يجلد لك البوسز مجرد ما انك تقرأ خطوات او تحركات البوسز بتعرف متها يعطونك المجال اللي فيه تضرب الضربة القاضية في هذيك المرحلة انت راح تستخدم السلايسر هذا انصحك فيه وبشدة فمثل ما اقلت لك اذا حاب انك تستخدمه كثير سواء مع البوسز او غيره انصحك دايما انك تزيد الفلاسك حقك السحر الى الماكس مثلا لكن كذا بيكون عندك نقطة ضعف اللي هو الهيل الهيل بيكون عندك ما فيه فلاسك تهيل منه وبس تلقى ضربات في هذا البلد اكيد يعني مش نفس الستروجر تحاول تكون قدر للمكان بعيد هذا عشان تضرب بالسيف لازم انك تكون قريب فضروري انك ما يعني يتوزن بين الشغلتين انك تخلي السلايسر مثلا للبوسز او في حالات معينة وتستخدم السكولر هذا في الفايت العادي لانه ما يستخدم الفوكس بوينت بنفس الوقت تقدر تهيل و تضبط امورك ضروري انك تنتبه انها تستخدم من قوة التحمل لعندك او الاستمنة انا صراحة اشوف اهم شغله يوم تقاتل اي بوس في اللعبة انك تركز او تلعب صح بموضوع الاستمنة بحيث انك تعرف متى تخلي لك شوي تدافع فيه عشان تقدر تنفذ الرولينج او الداش وتشرد من الضربات حقه وتوزن بينها وبين هجومك عليه باستخدامك تعويذات اللي تطلب برضه قوة التحمل فمتروح مثلا تجلده وانت تعرف انها بعد شوي بنفذ حركة لازم انك تسوي منها دوج وكذا لكن ما انصحك في هذا البلد انك تطور في الاندورنس لانه ما راح يطور لك الاندورنس بشكل كبير مقابل النقاط اللي راح تصرفها فيه ولكن انصحك انك تحاول توزن فيها قدر الامكان وتتجنب بالضربات او استخدام الضربات في الاوقات القرض فملخص الموضوع انك ما تسوي دوج او رول بعيد من الانمي او تسوي بلوك في اوقات قرض او في اوقات ما تحتاجها حاول انك تفهم حركات البوس وبعدين تستخدم السلايسر يوم تحتاجه في الوقت المثالي يوم يكون البوس في الايدل تايم مثل ما تشوفون السلايسر طبعا ينقص من فوكس بوينت بعكس السكولر اللي قلت لكم فرفر فيه في البداية لانها قوي وما يطلب الفوكس بوينت شغلة ضرورية انك تنتبه لها في موضوع السلايسر او البابل او غيرهم تلاحظ دائما الفوكس بوينت كم ياخذ منك في كل مرة تستخدمه لو تلاحظون مثلا عندكم البابل تقريبا ياخذ سبعة مقارنها بالسلايسر السلايسر ياخذ منك تقريبا اربعة ففي فرق ثلاثة بينهم طيب البابل بتقول لي متى باستخدمه البابل انصحك دائما اذا دخلت على قروب مثلا اربعة او ثلاثة بعد ما تسلم عليهم تحاول انه تنقص حتى لو واحد من الاربعة هذة او ثلاثة من مسافة بعيدة وبعدين ترجع تحول على السكولر والسلايسر مثل ما قلت لانهم يستهلكون الفوكس بوينت اقل ولكنك تقدر تنفذ اكثر من ضربة بنفس الدمج تقريبا بدون ما تشرب الفلاسك حق السحر وبرف هي شغلة حلوة ذكرتها في المقطع الماضي حق السروجر انه في الدن رينج اذا هجمت على مجموعة راح يسوي ريستورنج الى الفوكس بوينت حقك ما غير لتروح تسوي او تشرب فلاسك او تروح تسوي ريست عند الغريس او البومفير فالقلنستون بابل اخوان تحاول تنقص من الاعداء او اذا كان مثلا جاك انيمي يطير يفرفر ما تقدر توصل له او يعني ودك تستخدم او ضروري انك تستخدم اللونغ رينج هذا القلنستون انصح فيه وبقوة واذا شفت نفسك يا عزيزي تستخدم القلنستون بابل اكثر من السكولر واكثر من السلايسر انصحك انك تشوف المقطع حق الستروجر وتلعب بالميج بلد اللي شرحته في هذك المقطع لان صدقني البلد هذك بلد الميج هو يناسب طريقة لعبك اكثر وهذا دليل عليه فانصحك تحول على الميج لانه سهل تستخدم فيه الرينج اتاك اما بالنسبة لهذا البلد مثل ما تشوفون تستخدم فيه السكولر ولازم تكون مسافات قريبة وتركيزك بيكون نوع ما لازم شوية فلاسك من الهيلث اما هذك يعني فيه اختلاف بتلاحظونه يوم تشوفون مقطع الميج ونيجي لهم شغله في البلد اللي هو الستات اول شي انت رح تبدأ بفيقور بما انك تلعب بشخصية الميلي فيها يعني قريب شخصية قتال مسافات قريبة ضروري اول شي انك تركز على الفيقور لان مفقوع العين هذا رح يبدأ معاك فيقور او عداد صحة او عداد الهيش بي عندك غريل فضروري انك توصلها الى 15 او 20 من مداية اللعبة بعدين الانتلجنس تبصلها الى 20 برضه وبعدها ممكن تحول الى الدكس وتطوره الى 17 بحيث انك تزود الدمج حق السلاح اللي معاك سيف سواء كان غيرته ولا جبت سيف ثاني متطلبات سيف كانت الدكس فيما تطور الدكس رح تطور الدمج في السلاح هذا او السيف هذا واللي حاب يبدل السلاح عنده سلاح السيف هذا اللي اسمها رابير الميز في هذا السيف انه عنده الكريتكل 130 المية وثلاثين هذي وش يعني او الكريتكل هذا وش يعني يعني عنده الدمج في السلث مود او اذا جيت تبس بس كده من وراء الانمي و جبت عليها البيري راح يكون الدمج مرة قوي بهذا السيف انا هذي الشغلة حيارتني ومن قريب كنتسر للشباب يقول لهم يا اخي ليش بعض السيوف عندي الدمج فيها 180 يوم اجي اسوي يعني الحركة هذه اللي السلاح موت كده تيجي من وراء ما غير ما يحس وبعدين تم معلق على الرون يكون الدمج يوصل لي نص البار بينما في اسلحة عندي ضعيفة لو استخدمت فيها هذه نفس الحركة راح يقتل لي هذا الانمي يعني كيف الدمج اقوى هناك يعني الدمج يعتمد على طريقة الاتاك اللي انت سويتها ما يعتمد على بس الدمج وخلاص يعني physical damage والسلام عليكم يعني هذا السيف اقوى من هذا السيف لا فيه شغلات او نوعيات الهجوم او طريقة الهجوم تختلف من سلاح لسلاح وهذا شي صراحة من اجمل الشغلات اللي احبها في العاب قمية التفاصيل والتعقيدات هذه اللي مهما قليت او شفت مقاطع عن لعبة وكذا تحس انك لسه مش فاهم شي في اللعبة طبعا السيف هذا الرابير اللي تكلمت عليها اللي فيه الكريتكال اذا ودك انك تلعب فيه رغم ان الكريتكال ما يفيدك يعني في هذا البلد لكن اذا ودك تلعب فيه وشايفه افضل من الدكس او السلاح اللي تبدأ فيه عفوا رح تلقاه في الراوند هول تيبل بتحصل اينا هناك تبيعه بألف رونز اول شي نصحكم فيه اخوان انكم تطورون الديمي هيومن كوين ستاف في البداية او اي ستاف تستخدمه معني نصحك دائما انك تبدأ او تحصل على الديمي هيومن في اسرع وقت طبعا يوم تطور الديمي هيومن ستاف رح يطور ومعك اتماتيك الثلاث السبلز اللي تكلمنا عليهم اللي هي الكريتكال والسكولر والقرينستون بابل فانت يوم تطور هذالثلاث شغلات انت كذا يعني كأنك طورت الميلي اتاك وبعدين بعد ما تطور الديمي هيومن ترجع تطور السيف نفسه في شغلة مهمة بخصوص البيست اشو فور اذا استخدمت الاشو فور ترى ما يمديك تستخدم معاه السكولر اللي جالس اتكلم عليه من الصبح وغير كذا الدمج يكون اقل من السكولر فما انصحك انك تستخدم الاشو فور والحلو في موضوع الديكسترتي اخوان انا قلت لكم مركزوا عليه لانه يقلل من مدة الكاس تايم تبع السحر حقي مش بس راح يزود الضرر او الدمج بالميلي ويبن اللي معك سواء كان السيف اللي من البداية او غيرته بالسيف اللي خبرتكم عليه راح يزود الدمج وراح يقلل من الكاس تايم اللي تستخدم فيه التعويذات يعني السلايسر هذا اللي نتكلم عليه راح ياخذ وقت اقل بكثير من اذا ما طورت الدكس يعني واللي بيخليك يتسوي سبام اكثر للاعداء يوم تقابل البوسز او المني بوسز او اي ان كان يعني طورت الدمج اللي تضرب فيه وطورت كم مرة تضربه في الثانية مثلا خلنا نقول او في الدقيقة اتمنى الفكرة هو اضحة ضروري جدا انك تركز في موضوع الدكس بشكل كبير بعد نيجي الموضوع التاليزمن او وش فائدة التاليزمن في عندك افضل اثنين اللي هو البلست تاليزمن والترتل تاليزمن البلست تاليزمن هذا راح يساعدك باستعادة الهلث حقك او الهب اما الغرين ترتل هذا راح يساعدك باستعادة السمنة او قوة التحمل اللي عندك فضروري جدا انك تستخدمها ومهمة جدا بما انك بتسوي سبام وكذا فالايتم هذا اخوان من اهم الايتمات والله في اللعبة فضروري جدا انك تستخدم هذل الايتمين طبعا في البداية تقدر تستخدم ايتم واحد لكن بعد ما تقل الماركت راح تقدر تستخدم اثنين بنفس الوقت ونصيحة اخيرة اخوان انكم اذا مثلا قابلتوا الدراغون ولازم انكم تستخدمون الحصان او يفضل دائما انك تستخدم الحصان ضد الدراغون او اي ان كان يعني فيه فايت كذا اللي يسمونه الماونتد كومبات انك تكون فوق الحصان انصحك دائما انك تجيب الستاف هذا وتحطه بيدك اليمين لانك السيف هذا ما راح يفيدك كثر ما يفيدك الستاف فوق الحصان فضروري انك تبدل بينهم بعد ما تخلص الفايت ترجع كل واحد مكانه وبس يا شباب هذا كان مقطع اليوم اتمنى انكم طلعتوا ولو بفايدة وحده لا تنسون تقييم الفيديو اللايك والكومنت والاشتراك اذا ما قدوا مشترك وتفعيل جارة استنبيهات ونشر المقطع الاخوياك نشوكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة